غرفة البلاغات 195 تمثل شريان الحياة والخط الأمامي لمواجهة فيروس كورونا فمنذ أن أنشأ المركز الوطني لمكافحة الأمراض في أبريل الماضي هذه الغرفة وهي تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع بنظام ثلاث مجموعات لتكون الرابط بين المواطنين والمركز لغرض الاستفسار وتلقي الأجوبة والبحث عن أي معلومات بشأن الوباء عدد المكالمات التي تترد إلى مركز الاتصال حوالي 1200 مكالمة في اليوم تصل أحيانا إلى 2000 مكالمة بمعدل شهري 40 ألف مكالمة في الشهر الأسئلة التي تترد من المواطنين هي عبارة عن استفسارات على أماكن الكشف وأماكن سحب العينة إجراءة تحاليل أماكن إجراءة تحاليل في ليبيا الأعراض المرض استفسارات عن الحجر المنزلي كيف يتم الحجر المنزلي للمخالطين أو للقادمين من خارج ليبيا هذه أغلب معظم الاتصالات التي تصنّوا بالشكل هذا عمل دؤوب ومتواصل بين أجهات عدة من بينها المختبر المرجعي لصحة المجتمع وفرق الرصد والتقصي التي تعمل ميدانيا والدور الأبرز التواصل مع المواطنين والإجابة عن استفساراتهم وإرشادهم في ظروف صعبة تمر بها البلاد ترجمة نانسي قنقر